أياكم الله مشاهدين مثل ما قلنا لكم بالبداية إن شاء الله حلقتنا ستكون مميزة مليئة بالبهارات في الضيوف النساء المبدعات من المجال إن شاء الله يعني كلنا نحب خصوصا أهل الكويت يحبون البحر يحبون طلعات البحر يمكن الهواية هذه أو المحبة هذه رجالية أكثر من قديم الأزل لكن لما البنات يقتحمون هالعالم هذا اللي أعتقد أنه ويت صعب لأنه علشان تقدر يعني تدخل البحر وبالعمق هذا لازم يكون عندك دراية بالوجهات بالجو أمور كثيرة ممكن تقلق سلامة اللي موجودين بأي قارب أو أي مركب معانا الأخت دلال العمر وهي مدربة غوص ومن محبين البحر ما استعطي الله بالخير وياهلا مرحبا مرحبا بكم قالت ترادن مجال وايد صعب على المرأة أنت تدخل في البحر صح كلام بس نحن نقدر نغير الكلام يعني عالم الملاحة هذا ليس صعب لا طبعا بالبداية هو كل شي صعب لكن بعدين مع الممارسة تعرفين شون تتفادي الأخطاء كلها مع التعلوم والتجارب تنجحين كيف بدأت هذه الدلالة في الموضوع؟ كيف بدأت هذه الدلالة في الموضوع؟ كيف بدأت هذه الدلالة؟ في البداية كانت مع الوالد الله يحفظه كنت نتلع معه بشالي روحاتنا رداتنا تعلمت من الحداق كنت عرفت تلطل وراء على طول وين ما أروح وراء وراء فكنت أقول له وين تروح يقول لي حداق وين ما هذا وياك فأنا بشرة فما عند أولاد فبعدين كل ما أقول له يلا خلوح مني وياك وياك مرات أقول له خلن نطلع حداق حدق مرات بالسيف بالشالي صار يعلمني شون أسوق الطراد أنزل طراد يعني أقلص أسوي كل شي كل شي بما يخص البحر بعد ما خلص التوجه بالحداق شوية عاد كبرت اللي هنا بالجامعة اللي هنا بالدراسة بعدها عالم الغوص ده الشيط أبي أشوف هذا العالم اللي تحت اللي بس إحنا نصيد خلنشوف الحياة البحرية اللي تحت بعدها كملت في الغوص إلين ما صرت مدربة غوص لأن في المجال يعني قليل ما يكون النساء موجودين وحلو أن نحنا نتوسع ونشوف يعني وايد بنات يدربون أو يسوون تجارب بالحداق يعني وشنو أبعد نقطة وصلت لها بالحداق يعني قصدج بالحداق بالغوص بالغوص وصلت أعمق شيء يمكن 45 متر أي بالكويت إلا في مصر بمصر نطلع سفاري ناخذ لنا ياخد نأجرة ونطلع رحلات شوية يعني تكون بياب الجنوب بمصر أو في الشمال حلو ويختلف البحر هناك بحر أبيض أم أحمر لا بحر الأحمر أجمل أكيد المرجان الألوان السمت كل شيء في حلوه قلت عملية القلس وشون أخذ الطراد وأنزل البحر يعني أنا أعرف شباب ما لهم خلق يسوون كل هالأشياء يطلعون معقوبات يسهل عليهم موضوع شون كانت يعني بالنسبة لتشدنا تدخلين في المجال بالنسبة هذا لأن أبويا بيرتاح يلا نزلي للطراد إلينا ما شوي شوي خلاص صرنا نأجر في الخيران مرسى بحري فصار لنا أسهل يعني قبل كان ننزل ونصعد بعد نصار فيها تعب صراحة سافرتها بالطراد أو ياخد بالطراد إن شاء الله حلمي إن شاء الله أصير بنبطوطة تخيل نسافر في بنتبطوطة إن شاء الله دائما نسمع خاصة في أصل الصيف دلال يقولون أن الجزر عندنا بالكويت حلوة البحر عندنا بالكويت مختلف وفي أماكن حلوة أنت كونتش قريبة من المجال تكلمين عن الجزر بالكويت عندنا جزر الكويت نقص فيها جزيرة قارو طبعا جزيرة قارو مالديف الكويت ما شاء الله من كثر ماء هي حلوة وعندنا جزيرة المرادم هم نقص نقص فيهم وشنو اللي ميزهم يعني جمالياتهم احنا يمكن وقت كورونا شفنا فيديوات صنج هذه مالديف الكويت صح 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 فقليلي يعني شنو أكثر واحدة تتميز عن يعني الثلاث جزر اللي ذكرتيهم شنو أكثر واحدة وش اللي يميزها والله كل جزيرة تتميز فيها شي لها جمال كلها لها جمال يعني أكثر واحدة قارو حلوة من ناحية المناظر البيئية للحياة تضاريسها البيئية اللي تحت الماء غير الكائنات شوية هي بحكم أنها قريبة شوية من السعودية شوية من الإيران يعني شوية يختلف في الحياة درجة حرارة الماء تختلف غير عن شوية أم المرادم كبر شوية يعني قريبة على شواطئنا أنا قاعد أشوف في قبال من البنات صار على موضوع الغوص وأنهم يتدربون لكن موضوع الحدق نشوف بنات تطلعون إلى الحدق قاعد أسمع أنه منتش قريبة بالمجال شوية شوف هو الحدق نحن بلشنا فيه يعني يعني جائحة كورونا كانت شيء إيجابي بالنسبة لي عرفت البنات على الحدق فصاروا أن يعني أوه شنو شيديد عندنا ويلا خنجرب وصاروا مبدعين يعني في بناصرهم أربع سنين معاي خمس سنين صاروا مبدعين يعني حدقات وياي يعني خذوا الورش وورشتين حدق صاروا متطورين نحن يفهمون بالجو يعرفون متى نطلع الهوى ما يصير كابتن شون تطالع الحين الجو هو ما ينفع لا أكيد بيطيح الهوى أكيد فصار فيه إغبال يعني هذا ما يشجعني أنزين والحدق أو الصيد يكون بشنو بالسنارة في عندك ثلاث طرق اللي هو الحدق التقليدي اللي هو بالخيط مع البكرة وعندك اللي هو بالسنانير يا يكون سنارة حدق وعندك الجق والكاس طبعا الجق والكاس يكون فيهم ميرور اللي هو اسمكة صناعية والكاس نحن نقطع نفس اللفاح إنه نحذف السنارة طبعا كل اللي قلتي هذا يبيلك ترجم أنا ما فهمت ولا شيء رح ندش مجال بيّن علي أقلب البنات رح ندش في عالم ثاني هذا اللي كانوا قبل يقطونا كذي صح؟ شنو اسالية هذي شبك هذي الشبك العادي لكن نحن نستخدم الخيط نايلون وفي ميدار اللي هو الهوك اي هذا اللي سننوجود اللي نفس السحبتس ميش هذا حداق عادي أي واحدة أو نسلاة بعد وتسوون الوجبة فرش نصيدونها على طول أيام كورونا كان فيه أوقات وايدة نطول في البحر وما عندنا شيء فاللي نصيدها على طولنا شوية طبعا نطبخ العيش صبغ لهم العيش وسوي لهم برقة سمت حالة حالة فيه متعة يمكن ما يحسون فيها الناس اللي بعيد عن هذا المجال أنت تحسين فيها وتشجعين البنات وايد يعني ترى أنا حولتها وظيفتي الأساسية اي اي مو حلو لما تكون هواية وتجيدينها وتتحول حق وظيفة صح يعني خلاص انت بالهواية طول العمر مالا داعي لا دوام ولا التزام صح صح اي خرت نفسي فأطلع وحلو أن الواحد يحب شيء هو يسويه يعني أنا شجع الكل أن اللي عنده شغف أو طموح يسويه ويروح ما لشغل من أحد دوام ما زلنا نتكلم عن جوال البحر أقال شوف أغلب الكويتيين وحتى المغفور للشيخ صباح حمد الله عليه كان معروف أن يروح سلطانة عمان صح وأن كان يهوى يعني الصيد هناك للبحر وانتي هم تخصصي شوي بالجزر العمانية هناك صح ليش اتجهتها لتجاه وش اللي يميز يعني عمان وبحرها من وجهة نظر أول شي اللي يميز عمان أن الشعبها طيب أكيد ما شاء الله مع احترامي لجميع الشعوب لكن أهم ما أدري يسحروني بجمالهم يعني البحر هناك كل شي حاضر عندهم ما شاء الله كمية السمج اللي موجود يعني تقط الخط على طول يعني عندك ساعة ساعتين ويسيتوا بارك يعني مفول وبعدين فيه تنوع في الأسماك وتنوع في الأحجام فعشان شي ذي شوية اتجهت حق عمان يعني مثلا كل سنة لازم تطلعين عمان ولا شلون والله ودي أقول لك كل ويكد كل ويكد كل سبوع أنا أقول لك لسنة أنت دار طول السنة أقعد ثلاث شهور هناك أقعد شهر بالكويت شدي يعني الحالي نزيل جربت هي بأوروبا من تتصيدين ولا هناك ممنوع جربت في المالديف لا لا عادي عادي ولا تتصيدين وتردين الماء لا على حسب مثلا إذا أبي تارغت معين يعني أبي سحب مالتها أبي أصور إيه أروح حق هذه الأنواع لكن حق الأكل لا أكيد بختار أسماك معينة حق الأكل يمكن ذكرتين الوفرة التي تكون من الأسماك الموجودة في عمان عندنا بالكويت تحسين شن الأسباب أن يكون فيه شح شوي بالأسماك ممكن عندنا ظروف البيئية نحن عندنا يمكن في الأجواء يعني مثلا بالصيف وايد حار وفي الشتاء مثلا يكون ماء بارد أتوقع من هذه الأسباب يعني هي ظروف بيئية يعني قبل شوي ذكرت رادة موضوع أن تشوون على طول الأسماك التي تطللونها وتكون الفرش الابهارات التي تحطينها شنو اليوم العالمي الابهارات الابهارات السمت عادي ما عدي ابهارات معينة من الجمعية ابهارات مكتوب عليها بابهارات السمت أي جاهزة على طول بس تبلة وخلصنا ياتقلي ياتوي مرق حالو أنت دلال يعني تكلمنا عن البحر وتخصصتش يعني في هذا العالم والوالد الشون كان يساعدتش لكن هم تجهتي إلى رحلات بشكل عام والسفر وحبيت المجال هذا ليش دخلتي هالمجال شلي حببتش فيه أكثر بعيد عن البحر والله هو السفر وانت تتعرف على قربات ثانية وثقافات وهو يخليك انت تكتشف نفسك شون أنا بديت أعرف نفسي أكثر بديت أعرف وأفهم شنو أحب وشنو ما أحب تتعرف على ثقافات ثانية يعني تتعرف على كل شيء عاداتهم وتقاليدهم تشوف يعني فيه ناس يعني سبحان الله يلحم حفظين على عاداتهم وتقاليدهم وفي دول نسأل عادات وتقاليد فهذا اللي ميز أبرز الدول اللي رحتي لها اللي كانت مختلفة يمكن اليوم ما شاء الله الكويتين معروفين بالسفار يساعدون كل مكان لكن في دول الضل يعني هبات خلنا نتكلم شيء على الدول اللي أنت يعني حاولت تتوحينها وما فيه أحد يمكن راح لها وبعدين نتكلم عن الهبات شوي هو الدول الأفريقية يعني الناس تتخوف من دول الأفريقية مثلا ادرحتي هناك عادي أفريقية أخذت ولا ممكن تصير جرائم هناك لا طبعا نحن خلاص تطور الزمن حصار فيه شركات تتنظم هناك فيه نقدر نروح مع شركات تطبط لنا الأمور ترتب لنا كل شيء هو أكثر شيء ناس تخاف من الأمان كل الدول عموما أنه فيه شركات تتنظم لنا تساعدنا في التنظيم تودينينا أماكن تخلينا بس أقرب سفرة بعد مع القوريلا وين هذا؟ هذا في يوغاندا بأفريقيا حلو أنت تمشين مع القوريلا يعني تشوفينها جدامج واحد كبير واقف جدامج وهذه أقرب السفرات التي ممكن أن الناس هم أن تتجربها بعد شراءات جبهبات الكويتيين يعني الهب السنة هذه كانت موسكو ما رأيك؟ والله نحن نحب الترند ونحب الهبات بالعكس يحب الأبديت ما شاء الله وتصدق كل المكان يروحون ما يكون مكان ما يروحون بالعكس أنا شتوحون صراحة أهم شيء ما يجربون يعني هناك ناس تقول أنا لا أحب أسافر أشوف نفس الناس موجودة أروح أمشي وأسلم في الدول بضفت لا أنا أحب أسافر أماكن يكون أهم شيء أنه لا يكون فيها ناس وائد أنا لا أحب الزحمة أحب الأماكن الهادية أكثر شيء الطبيعة يعني الواحد يتصل مع نفسها أكثر أحب الهدوء أحب الصيف أم لا أشتاء أكثر لا صيف والاستعدادات حق السفر دلال خلينا نتكلم يعني شنو مثلا إذا ما عاش قروب بنات يعني شنو ممكن تنصحينهم هل الملابس طبيعتها شنو الأدوات اللي يحتاجونها حتى لو كانت يعني رحلة سياحية ترفيهية لازم يكون عندك هالخلفية هذه أول شيء أحب أنصح الجميع أن أهم شيء تكون عنده شهادة السعافات أولية هذا أهم شيء حق اللي يسمون قروبات يسافرون مع الأهل لازم يصير عندهم شهادة السعافات أولية سبحان الله لو يصير أي أمرجنسي على الأقل أنت تساعد أو تصعف الشخص اللي مصاب إليه ما تي الأسعاف تنقلها إلى المستشفى وهذا أهم شيء بالنسبة حق التجهيزات كل سفراء يحتاج لها تجهيز هذا لو بنتنتظر قد نأخذ أي وقت وايد قبل شوية قاعد قولين أن حلو الواحد يتصل مع نفسه أنا عرفت أن هناك رحلات تنظمينها تكون من غير لأحد يستخدم تليفونه تأخذين تليفونات من الناس اللي عودة للطبيعة ألا أحاول أوديهم وكان ما في إرسال أنا لا أستطيع أخذ تليفونات لا بالعكس كانت تجربة جميلة يعني صدف أننا مرة من المرات رحنا مكان وما في إرسال كلنا ما حصلنا إرسال وبعدها يمكن يومين حصلنا الإرسال كلهم قالوا واو إنه شيء عجيب لا يوجد راحة نفسية لا يوجد إستقرام لا يوجد إستقرام لا يوجد إستقرام لا يوجد إستقرام فعلا راحة نفسية كل واحدة اكتشفت نفسها وصرنا ليجليا من بره فكلنا تعرفنا على بعض لازم يكون في نفس الشسمة هذا الثرية في موجود حق الأمرجنسي هذا ضرور لكن أقصد أهما دعوا تتجربوا بعيد عن التكنولوجيا شكرا التكنولوجيا اليوم تفيدكم في شغلكم في التسويق لدول معينة الناس تتجه كلها لها تحسين أنها شيء فعلا يفيد وها مش كدر يلهي الناس لما تسافر تكون مشغولة بالموبايلات والتلفونات والتصوير على حساب التصوير هو المشكلة التصوير يعني أقول لهم عيشوا اللحظة لا لازم نوثق لازم صور أول شيء بعد أن نستمتع يعني الناس اللي تروح يسألهم ها شون استفدت ما سفر لا بس أهم شيء صورنا في ناس شيء سبحان الله ما تستمتع باللحظة ولا يتعيش ما يستمتعون باللحظة في مواقف صعبة واجهتك ما نقول مواقف صعبة خلينا نأخذها مواقف مبحكة مضحكة حلو أحلى هذه هذه في واحدة من الجبال كنت في عمان ففي واحد من المقامر قال لي تعبت قلت لتفضى هاي السيارة وخلاص ريح بالسيارة على ما ننزل من الجبل يمنعين يبلنا 4-5 ساعات على ما نوصل حلو وصلت سيارة موجودة وحنا يبلنا عشان نرجع ليلة العاصمة يبلنا ثلاث أربع ساعات فالسيارة موجودة زي سيارة الثاني مكتوب تستلمون سيارة مطار وهذه السيارة اللي فيها يعني الماء والأكل والسناكات قلت أوكي يلا وضحكنا بس هذه وحقة وحقة يعني طبعا بس حاولنا نسوينا اتصالاتنا مع معارفنا المهم من حلة المشكلة هذا شيء ما تنسينا لا ما نسى ليوم كنت أقوله في كل لقاءاتي يمكن يعني السفر دائما نسمع فيه فرائد ويغير من شخصية الناس ويخليهم غير اللي يشيل منهم الحالة النفسية اللي يكونون فيها غيرهم جو ويرجعون أنت بالنسبة لك يعني البحر والسفرات هذه شكرا قاعد تغير يعني من شخصيتك وتطورها شوف مثلا البحر يعطيك شيء والجبال يعطيك شيء البحر يعطيك الصبر الحداق يعطيك الصبر الهدوء تحاول تتصل مع نفسك الزيادة نفس الشيء الجبال وايد حلوا الاتصال الذاتي معهم والناس لازم تعرف هذا الشيء أن الواحد لما يكون في مجال عمل وشغل وسترس كامل حلو الواحد لما يسافر خلاص يفصل عن هذا العالم لأنه هو محتاجة لما يعني مثلا يفضي هذه الطاقة يرجع فرش حتى حق دوامة حتى حق الأهل حق الأصدقاء حق بيته واللي تختار السفرة حشان شوبينج وسوق وغيره هذه لا جبال ولا بحر شنو بيكون لا بالنسبة لي أنا أنا ما عندي رحلات فيها شوبينج يعني رحلاتي كلها مغامرات حاولت تصلين مع نفسك يعني فيها هدف يعني ما عندي لآخر شي نروح أسواك شعبية لكن تروحي لي مجمع ومول لا لا يعطيك العافية دلال وشكرا جزيلا لو وجودك معنا ونتمنى لك كل التوفيق يا رب شكرا وإذا في رسالة بتوصلينها الحق كل اللي قايت تابعونك وعرفين يعني رحلات اللي تقومين فيها شنو حابتكم أشكركم وأشكر تلفزيون الكويت على هذه الدعوة الجميلة وحاب أبصر رسالة حق المشاهدين أن استمتعوا في البر وفي البحر وحافظوا على البيئة وحق الأهالي شجعوا عيالكم وبناتكم أن يحبون المقامرات وحب الطبيعة والغوص حساس يستقلون أوقات فراقهم في أشياء مفيدة بعيدة عن التكنولوجيا ويعطيكم العافية مشكورة حبيب شكرا جزيلا لك ومشاهدين راجعين لكم بعد هذه الفقرة فخلكم إيانا